شكرا على مساجاتكم مرحبا بنقدكم اقتراحاتكم ومقترحاتكم توصل كل يوم على صفحتنا ستوديو الوطنية الناس اللي تسمع فينا تنجمزي تتفرجوا فينا وتابعونا على ستريمينج على صفحتنا غاديو ناسيونال الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية سعيدة جدا باستقبال ضيفي مدير حملة عايشة زميل الأستاذ المحامي رمزي جبي بليتود سويت في الانترفيو الانترفيو مع زينا ماتر اهلا وسهلا تحياتي مرحبا بك على مواجهة الإذاعة الوطنية اهلا بك زينا تحية لك وتحية جميع مستمعين الإذاعة الوطنية مرحبا نبدأ معك تباعا ماتر جبي بلي قبل ندخل معك في تفاصيل اليوم خذت حملة سباق الرئاسية والنتيجة ظهرت للعلن كيفش تقبلتو نتيجة في حملة عايشة زميل اه النتيجة تقبلناها كما تقبلوها توانسي الكل فما معناتها بقطع نظرة لمحتوى النتيجة وشكون الفائز وشكون المنتصر وشكون اللي ما وفقوش ربي وانتصر هي فما قراءة في الارقام لزمنا اه واي واحد يعني في السياسة ايكيد لازموا يقررنا مالفح سيب اولا صحة نسبة المشاركة كانت في حدود 28% النسبة هذية على اهميتها بالمقارنة مع الاستحققات الانتخابية السابقة المجلس التشريع والمجلس الاقليم وغيرهم والاستفتات تقعد نسبة ضعيفة اثنين النسبة 28% زادة تنجم قولوا راهوا التوانسة خرجوا خرجوا بشي بدليوا براين في الانتخابات الرئاسية اه بخاطر نسبة معناتها مقارنة مقارنة بالنسبة مجالس الاقليم والانتخابات التشريعية نسبة مرتفعة معناتها توانسة يوليوا اهمية للانتخابات الرئاسية والناس يوليوا اهمية للنظام الرئاسي كما صار في الاستفتاب خاتشكوا نفس القاعد بالنسبة للرقم الثاني ورقم حقيقة معناتها مفزع اللي هو نسبة الغياب اللي 71% 71% متوانسة ما دلوش بصوتهم في الاستحقاق الانتخابي هذا المهم اللي هو ديما عندك ساب عملية الناخ ما فهمت شعرش معشوشي جلستم اشوف هنالمره هذي فما جزئية صغيرة مهمة في 2019 في الاستفتاح شوف نفسه اي اي اما هنال في 2019 ديما عندك نفس البازة هذيكم اللي انتخبت وفي 2024 فما المقاطع 71% منهم فيهم نسبة منا الذين اعلنوا مقاطعاتهم رسميا نعرش النسبة قديش هالمقاطعة شكنت على دعاتلها المعارضة بالاساس سوفكن الناس مشيت وانتخبت معناه الناس اللي عندها مترشح معيني يحبوا علي بشي يقول فمتنيش الواحد وسبعين بالمئة متواصن سجلين ممشوش نخب ما التسجيل الالي اذيك التسجيل الالي هالناس ايه في الواحد وسبعين بالمئة هذو ما عادنا فيهم الناس معناتها عن وعي عن قناعة ممشوش صوته وكل الخوف انه النسبة الكبيرة تكون من الناس اللي لاي علاقة لها بشأن سياسي ولا اللي عمل عليك انتبار انتخبها لا علاقته لها بشأن سياسي على الوركو الانتخابات رايش شأن مواطني رفهم الدول الانتخابات فيها واجب وحق وممطق وغيرها جزتما ولا اثنين ثلاثة النسبة الضعيفة برشا من الشباب اللي في الواحد وسبعين بالمئة من المقاطعين فيهم ستة بالمئة شباب معناتها اللي شباب مقاطع الانتخابات وذي يزمنا يلزمنا 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 نخدموا عليه لازم دراس حتى هيئة الانتخابات دايوح كانوا في نفس الكرسي ضيوفنا وطالبوا وقالوا عملونا دراسات الناس المختصة في علم الاجتماع شوفونا هالساب عملينا ذا ما شنو قصدهم وخصد من الشباب وخصد من الشباب صحيح وهذاي بقعت عنا ذرع للموعد الانتخابي هذا زينة بقعت عنا ذرع لانو عنا عملنا برشا انتخابات ومزننا بشنا عملوا انتخابات ولكن المهم المحصل في الأخر مشوش كون نربحوش كون خسر المحصل لازم نقرأ ونولي ونقرأ وانتخاباتنا وارقامنا ولزمنا نشوفو شعبنا شيحب ولزمنا نشوفو علاش تصويتم شاها كاكا وعليش نسبة الغياب وعليش نسبة الحضور كيما في الدول المتقدمة في الدول المتقدمة لانو المواعد الانتخابيين بدسبة لهم داخل في الهاديان بتاعهم معنا الداخل في المسار الديموقراطي اللي يعيشوه واتطور المسار متاعهم وحياتهم السياسية واتطورة الخاطر يقرأ والانتخابات تمليحة مليحة مسألة ثقافة هل اليوم أنو هنا نخذ الكاسكيت متاع الحقوقي المحامي مترمزي جبيبلي هل اليوم ربما هيت نشرعوا ولا نقنوا ولا نفرضوا كغيمة ولي الانتخاب أبليغاسيون نا نظرين مازال مش وقته ماناش حاضرين لا 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 مازال مش وقته مازال مش وقته نظم ربوط بالمواطنة ودبور نعم زمنا ما نتنكرس وعليش نزيدو أكثر لكوغ متاع تربية المدنية هتنفسر ماش معناها رك تغير الواقع و تكون مواطن فاع المواطنة المواطنة والأسالي بالديمقراطية ومعناتها وصلي بالتعامل في المدرسة وفي الشارع وفي العمل وغيره مانا تلزمها خدمة كبيرة هذي بشوالي الانتخاب انت حكيت على على النسبة اللي قاطعت هيت نوجع معك للنسبة اللتي انتخبت زوز ملايين وخوسمية تقريبا من الأصلة تلاث ملايين اللي يمشيوا مشون تخبو قيسعي هذي عندكم لها قراءة تفسير أو بش تقول لي والله خاطر نفسهم اللي يمشيوا في اللي استفتاءة ولا الشعب يريد هكيد الناس لمشيت صوتت زملين وربعمائة للرئيس قيسعيد هكيد مشيت معنتها صوتت له معنتها النتيجة واضحة كنتم متقبلين النتيجة على النسبة على ناس اللي على نسبة الناس المشاركة نعم فما نسبة نسبة كبيرة جدا مشيت عطت ثقتها وجدت ثقتها في الرئيس قيسعيد هذي ما فيش وحدة نزاع ما فيش وحدة نقاش المسار الانتخابي صير فيه هذا كموضاع إخ شو الليقدل هذا هذا كموضاع إخ نحكيوو فيه أما على مستوى الأرقام ثلون الأرقام فهمش حتى حتى تشكيك فهمش حتى معنتها واهم ما يشكك في الأرقام بالنسبة له الآن وهم من يشكك في نتاج الناس وهم من يشكك في نتاج الأرقام هنقولها نقولها على نعم وهم من يشكك في نتاج الأرقام تقول Creation المسار كامل نحكيوو فيه المسار نعم والحقيقة تدوينها خلينا نقول ربما فاجأت المعارضة قبل ما تفاجأ ربما الأنصار قيس سعيد وحتى نحن كإعلاميين يحدث في تونس ركشين في باريس وفي الظاهر معارضين المسار الانتخابي وفي الخفاء هبط وصوت القيس سعيد لقطع الطريق على العيشة ولتخريج قيس سعيد في سورة 90% توطل بين من العيشة عدم الاعتراف بالنتائج هذي تدوين تك البارح متر رمز جبابلي تدوين ترى لك على الحساب الشخص انت اعلان الحملة الانتخابية وفترة تفاهمين ونحكي معها متر رمز جبابلي اليوم أستاذ رمز جبابلي تدوينة شخصية واضحة وصريحة حتى ما يفهمش في السياسة يعرف منزعج شوف منزعج على خاطر عليش على خاطر الناس انت تتونهم من المفروض يكون مقاطع عن المسار الانتخابي انت مقاطع عن المسار الانتخابي واخذيت فيه رأيك وعملت عنك إلى غير ذلك انت اليوم انت اليوم تأسل على النتائج وماخذ موقف من النتائج بينها بينها صفة ساعق بالكوشيخة سميوا الأشي بمساميتها عشكون نحكيونا احنا هم شكون هم تحكيو عالمعارضة اللي قريشين في الخارش فمبرش معارضة محسوبة على طيار زايد واخرين على طيار عاملوكين انا مشقول هين انا مشقول بكل صراحة انا مشقول بمعارضة اللي قوده منذر زنيدي وشاق كبير من اللي قوده عمادي الديمي ومن هنا وهناك اما هذو مزو الشقاق الكبار اللي كانوا بصفة واضحة ووجالية في خيار القطيع القصووي مالعليقة بينه منذر زنيدي وعمادي ديمي كل واحد يوم طيار نغم الموحس ما يظهر حس منه هم هم مزوز عنده من نفس المنافسة اللي هو قيص عيد اجتمع ولا قيص عيد اليوم المصالح تتصالح يسير المصالح تتصالح لا واثنين ماشين في اتجاه قصووي قصووي معناته خونوا وخونوا حتى الناس اللي شاركت في المصار الانتخاب على بعض دعم ولا معارض لا 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 شوف ناس فما ناس زينة اختارت كم عايشة زمان اختار بش يكون في المصار متاع الانتخابات الخطر بالنسبة لي يقول لك لا لا اكثر من هذا يقول لك انا انا يقول لك انا من نجم نغير الامور الا بالصندوق العايشة زمال مقتنعة تمام القناعة وكونه الانتقال السلمي للسلطة وما يتم كان عبر الية واحدة هي الصندوق وهو كذلك قيص عيد منافس سياسي او مغزاوي منافس سياسي او غيرهم المنافسين السياسين انا من نجم من نجم ناخد بلاستو ولا من نجم نفوز عليه كان بالصندوق بيوم الاقتراح ما عندي حتى الية اخرى وهذا شي قول المنطقة وذلك انا انا شو تفهمنا احنا التوانسة تفهمنا عن انتقال السلمي للسلطة اوه كذلك كيفش عبو نغير الامور بالصندوق بالصندوق فما ناس البارح البارح منذر زنيدي في الفيديو اللي عملها بارح من باريس عميد الدايم عمل فيديو من باريس يقولوا ورانا ضد المسار تنجكون ضد المسار ومع المقاطع اما بالشارع ما ننظمون الشارع ماذا معناتها بالشارع هل هذه نجم نفهموها الدعوات لتأجيج الشارع على التحريض للخروج على السياسة؟ انا بالنسبة لي انا قالوها مش انا بشو نقولها تفرجوا في الفيديو ونجموا تخذوهم بالتليفون ولي كان عندهم الجرء هما بطلتونس ويعملوا معنا السياسة مثلش اما ما يتهموناش احنا ذفرين بالغباء السياسي هاكم انتوما ساهمتوا في مسرحية الانتخابات لا ما ساهمناش في مسرحية الانتخابات ما ساهمناش ترشح للانتخابات والأي سباقة واستحقاق انتخابي حق يكفر دستور هو حق يكفر دستور لا لا وحق في تونس في تونس العيش الزمان والحمل الانتخابي متاعه قررنا بش نخوضوا المنافسة في تونس وهي منافسة انتخابية لاو صراع ولاو حرب هذه معنتها منافسة عن الانتخابات هذا الناس اتفقنا فيه من قديم الزمانة ومش مليون واتفقنا عليه كل سوا في دستورة في 2014 والا في 2020 في هناك هم لزوز اتفقنا وكون وراو التغيير تم عبر الصندوق عبر أقلية الانتخاب هذا هو الانتقال الديمقراطي في هناك الانتقال الديمقراطي كما في 2014 وكما في 2019 وكما في 2014 في هناك في هناك وفي السلبيات نحكيه فيهم ونقشوهم ونتنافسوا عليهم ونقشوهم في تونس وفي إصار ديمخراج ولا أما نجم نقشوهم في الخارج زادة زاد مواطنين في الخارج عظم الحق بش عطي ورائيهم بشيو صوتو أما أما ما تجيش تقول لي أنت معنتها مشيت شاركت في مسرحية سيئة الخراج واثنين جي طالب مني توا جي طالب وتدعو للمقاطعة وتدعو للمقاطعة وتدعو للمقاطعة لي مقاطعة شلو والصندوق سيئ نتيج خارج لا لا نحكي للمقاطعة قبل الانتخابات وتدعو للمقاطعة وفي نفس الوقت اليوم جي تطلب من العيشة الزمال وتطلب من زهير المغزاوي عدم الاعتراف بالنتائج ما معنى عدم الاعتراف بالنتائج اليوم شنو المطلوب تمشي ططعا ومحقكم هيتطعون فما عندكم ثلاثة أيام شوف عدم الاعتراف بالنتائج بش يزيدوه للملف المحظرين وهوما في الطعن في المسار الانتخاب معنتها يحبوا يكملوا بينا المشهد بتاعهم بالرغم لي أنا برغم لي أنا وعيش الزمال والأصدقاء اللي معانا في الحملة عدنا ما اخذ عديدة على المسار عدنا ما اخذ لأن الانتخابات رمهوش رقم انتخابات واختزينها راهو ما هيش يوم الاقتراح الانتخابات ثلاثة حاجات أولا المناخ العام السياسي ثانيا ما العدة التي أعدت لينجاز الانتخابات وآخر مرحلة هو يوم الاقتراح نحن نجيو للمناخ السياسي العام المناخ السياسي العام في 2019 الرئيس قيس سعيد اليوم اخرج في 2019 مقتضى دستور 2014 اخرج قرر في 25 جولي لأن المسار ودستور 2014 معاتش معنتها يعتبر نفسه معنى يعتبر رأيه وكونه معاتش نجم التوانسي ووصله به عمل 25 جولي عمل دستور جديد 22 ودستور هذا ومسار 25 جولي اخلق منافسة سياسية من او اخ الناس اللي قاع اقصاءهم اللي هما ما صاري عربة 19 معنى قبل الـ 25 جولي هذوكم الليو في منافسة مفتوحة من حبش نقول استراع ولا حار براه منافسة سياسية مفتوحة وضد مسار 25 جولي الناس اللي لم تقبل بـ 25 جولي رغم أنه الشرع ومن حقها ما تقبلش ومن حقها ما تقبلش مسار 25 جولي كل إنسان من حقه بشكل رأي نعم بعد ما صار هذا انت عملت انتخابات 2024 انت ديجاء عندك ناس ضد المسار 25 جولي معنى المنافسة سياسية متاعك مورس سليم 100% عليش تعتبره مورس سليم معنش بتقولش هذا هو النظام الجيمقراطية في تونسيا مريكا في أي عندك مؤيد وعندك معارضة عندك ناس ترضى على المسار وناس تعارض وحقهم بشي عارض زيني نحكي على مناخ انتخابي نحكي على مناخ انتخابي نحكي على مناخ انتخابي نحكي على مناخ انتخابي اللي في السلطة رو لازمو ديم ما يرد بالو اكثر ما يمكن عالناس المعارضين ليه اكثر من الموالين ليه ذاي بالنسبة لي هورا المشكة كامي يكونش عادك معارضة لبونجو ووقت هوا اللي فهمه مشك لا 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 كاما كونت مقبل لالفين واحداش المعارضة اللايت ولا الصام شوف الضوق السياسي سليم يفترض ان كونك ترد بالك وتنتبه للمعارضة وصوت المعارضة اكثر من الناس الموالين ليك الموالين ليك هاوك الموالين ليك الناج مولا ليمتي غلطوك اما الناس نعملوا سياسة بذوق باهي ومعناته روندمون بوليتيك باهي لازم نردوا بيننا من المعارضة انت تودخل في 2024 دي جا عندك كريدي مع ناس ضد المساء غالطين نصحاح هو الرئيس قيسعيد غالط صحيح فما الكريدي هذي اللي خيم اللي خيم وادلة بذلاله الأمور يصبح مني ودلاله في 2024 هذي 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 جواه كلمك منذ قليل ونربط بالكلم اللي تقال في البرلمان وبالناس اللي حاولناهم وخرجوا حتى الاعلام يقولك رفهم السيناريو موعد نهار سبع اكتوبر للطاعن في الانتخابات وتجيش الشارع والعسيان وحكومة حاضرة جاية من المهجر بقولك سيلي جي تيما اليوم شتم تعديل القانون الانتخابي لانه البلاد ما تحتملش الوضع للسيناريوات المرعبة شوف في السلطة وشهد الدمان تعال البلاد ما زموش يخطن بسيناريوات منها واضحة فمقانونة ريسبكتي فمش خاطر انا خايف ربما ليه لا هذا البرلمان يقولك اليوم وجب انا كمشرع نتدخل اللي حقنا ديمة خنن شوف خنن كونوا وارحين سيقوم بعض خنن نكملك خنن نعطيك شوف 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 ما نحكيوش على البرلمان البرلمان 136 نايب والبرلمان بكل ونعرف المناخات العامة للصوت اللي طلع فيها البرلمان هذا ونعرفوا الايداء البرلمان وحتى لا نحكيوش فرحان باداء البرلمان هنكونوا واضحين معكم مع كام احترامات الى الناس ما نحكيوه تورود موليك نحكيو اداء سياسي ونتائج محصلة في السياسة وناختلفوش اثنين وكونوا البرلمان هذا معنتها برلمان ماهوش شكل فريمون معنتها التوب و اعطاء قوانين وعوانين قوي استسعادة حبارة و الظرب وخرج وقوانين ريقدة وهذا بشهادة النواب بيدهم قولنا نريخ ده عند السنوات اللي تم التنمية والتشغيل وغيره ما ما أسرعوش فيها النظر جاول القانون اللي يصحب البساط من المحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية مش عطول محكمة المحكمة الاستناف وأسرعو في النظر ما كانت في العدل يقبلش والمانعة لا ما تخليش نية المانعة هروا في فم التايمينج لو تايمينج أنت تتحكي على التوقيت ونحكي في المطلقة اليوم القضاء العدلي بدت في القضايا الانتخابية في أكثر من المرة لا لا عمره ما بد فيه هذا ما تع limitations بهم الأول انا عندنا المحكمة الإدارية واحدة نحن لم نضع ليلة هذ من المسارات المؤخذين في مبارسة حتى من أصدقاء المسار وأصدقاء قيسعيد قالوا رو ما كناش في حاجة مثل هاتي الهدايا ما كناش لانه قيسعيد عنده شعبيهم ما كانش يستحق هالكادويت والهدايا ذي كل اللي تنجبه تمس من صورته هذي كلام زاد الناس اللي مولين القيسعيد آخر نها أخر مرحلة في الانتخابات هي يوم الاقتراع هاي أستعملها الاختراع يوم الاقتراع توجهوا 28% بشو صوته وعطاوه ثي قطة من القيسعيد سهل العملية ولكن كما قلت لك يوم الاقتراع راه هو الحلقة الأخيرة في المسار الانتخابي بكله الليوم اللي سرسار هاي نقوله الليوم اللي سرسار ليه بد من مراجعة لحياة هذي كل الحياة السياسية ذي كل في الأثناء ودعتك في محلها ولا بد من مراجعة لحياة السياسية وهني جايتها النقطة هذي بش نفتحها معاك في الحوار ولكن الليوم انت ساميت زوز أطراف قلت الشق متاع منظر الزنادي وشق عمادة دامية الليوم خونوكم أو خونوكم على مشاركته في المسار نتطع كبش نطيح 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 باش يكبروا به تدوسي باش يكبروا به تدوسي تو سامبل ما انتي احنا وقت اللي منظر الزنادي وغيره ولي قاطعو الانتخابات ما قلنا لهم عاد شي من حقك باش تقاطع ومن حقك باش تعمل السياسي الليوم تقول مناوبكم أو مرشحكم الناس في المهجر يحبو يكون كبش فيديه ضد يضحيوا به لش كون ضحية عايش يزمالي لش كون باش يكبروا بالنفة موما كيفاش؟ وذاته نرجع لكم بعد نقول لك السلطة ما عندهش مشكل شخصي ما عايش يزمالي بدليل برح سألنا كيف ما انتي بحاضر معنا مدير حاملة عايش زمال برح كان مدير حاملة قايز تعايد حاضر معنا قال ما عنيش سلطة ما عنيش مشكل معنا بل بالعكس نحنا مع التهديق السياسي اي هوما هوما في حساباتهم هوما يزين وما ذي بيت أسألهم هوما هوما عندهم حسابات وامورهم اما حساباتك ما هيش حساباتي تو سامبل ما وامورك انتي باش تقاطع من المهجر مداخل تدعو للفتنة تدعو للشعب تدعو لكذا اوامورك مثلا انا ما ندخلش فيها حقك مثلا ما نش صدر لكش حقك اما ما تصدر ليش حقي انا في حاشتين لاني شاركت في الانتخابات وتتهمنا بكون شاركنا في مسرحية سيئة الخراج ثنين واليوم تطالب فينا وتعملوا فيه معناتها أرسلمان وواعد باش نحنا مش نحنا نقوم بطعو أرسلمان قاعدين يحرسلو فيك بانصور ليس يحرسلو فينا معناه حتى معناه يحبوا ياخد قراءة عامة متاعنوا لزمنا نطعنوا في الانتخابات وانتخابات غير نزيهة وكذا وتوقع تدليس الأرقام واللغة هذيك واللغة هذيك واللغة هذيك وعليه حملة تعيش الزمالة اليوم باش تقدموا طوعون ولا مكنش تعنين اليوم العشية ناخذ القرار في الطوعون اجنقلك حاجة مش نحنا الأرقام نتعنين فما منخ انتخابي كامل سياق انتخابي كنت نحكي لك عليه مبكري اللي هو حتى الطعن بيده ما عندوش حتى معناه أسمعني يمليح اليوم اليوم لابد من تنقية الأجواء اليوم اللي صار بالمسار والانحرافات الكبيرة اللي صارت بالمسار كانت تنجم تهزن الهاوية كبيرة ساتر الله ومش معناته روكي سلكنا مري هذي مش كاملوا نسلكوا عنقولها أنا ساتر الله لأنك تبدل قوانون اللعب وتدعو الانتخابات بسيفة متأخرة وتبدل قوانين اللعبة وتزر قوانين ما أنزل الله من سلطان وزج بالعيش الزمال في السجن و14 سنة السجن وتحرموا من حملتوا الانتخابية كل هذا روكي من المفروض مسائل مش سهلة بالكل ميس سهلة قبل من نجعلك اليوم بيش تاخذوا القرار إما بيش تمشوا وتطعنوا في بعض المؤخذات اللي عندكم ولا أو ربما متطعنواش حكيت مع موناوبك في الموضوع هذا عايش زمال اليوم فمش كون مش يزوروا للسجن وياخذ قراروهو دونك عايش زمال هول من سيقرر بش يجو أشتطان أكيد هول مترشح ولا لا هول مترشح كما قلتك البرح كان ضيفي مدير حملة قائز سعيدا مترشح وسألتوا على بيانكم بيان الحملة اللي أصدرتوه نسمعك ونذكر سيدا مستمعي شنو كان قال في تعليقه هل ماشين في تهدئة سياسية الشامل؟ قلت لي موجودة تهدئة سياسية الشامل يوم 6 أكتوبر منفروض أنه اللي عنده حجرة في يديه لوح والتظاهر والحق في التظاهر هذي حق مكفول دستورين وحتى حد ما ينجم يمنع حتى حد من التظاهر تعبيل على احنا آمننا بالصندوق ونؤمنوا بالصندوق ونأكد لك اللي الصندوق هو اللي يتكل الحقوق والحريات هذية مضمونة وبش تبقى مضمونة ابقى أنا أكدت على مسألة هو أنه مرة أخرى التشكيك في الانتخابات وفي النتائج انت على الانتخابات بعد استفاء التعون القانوني و المواصلة التشكيك فيها يعني يطرح أكثر من سؤال تولي المسألة قد ولم نحن هذا تولي المسألة أمن دولة كامل وأمن شعب كامل لأنه وراه مسألة النتائج الانتخابات ليس لعبة والناس اللي تقدمت الانتخابات زادة كيف كيف هذوم كما همش غبارة متاع أشخاص معانتها زو زملين وخمسمية معانتها صوته لسيد الرئيس نجي ونقول وراه ما يسببه حد شي يلزم التحلي بروح رياضية والقبول بالنتيجة في نهاية المطاف لأنه في نهاية المطاف تم رابح وخاسر معانتها في أي انتخابات وهذه أمر معانتها يزم القبول به معانتها ما فيهش حتى نقاش وهذه القاعدة قاعدة اللعبة الديموقراطية طبعاً اتهد السياسية الشاملة سؤالي انطلقت به من بيانكم المكتب الحاملة الانتخابية دعيته فيه رئيس الجمهورية المنتخب ودعيته فيها المعارضة اللي يصفتها بالوطنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العلي والدخول في تهدأ السياسية الشاملة تنطلق بإطلاق صراح جميع المساجين على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الفنية لتوفير شروط منخ سياسي واقتصادي واجتماعي يشجع على موجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية زوز نقاط الحقيقة يلفتوا الانتباه جون الدعوة إلى تهدأ السياسية بين كل الأطراف والنقطة الثانية حددتوا طرف بعينه المعارضة الوطنية المقصود من المعارضة الوطنية معنا يفهم الناس معارضة تاخدأ في أطراح أو في أجون ده شوف نحب نجاوب سينوفل سعيد تفضل هو قال لي عنده حجرة يرميها كلمة مهمة على الغر وكلمة الثانية قال التشكيك في الانتخابات يمس من أمن من أمن البلاد من أمن الدولة من أمن الدولة أنا مش نعكس عليه للسؤال مش نعكس معنات أنا أنا مش نقول له وقاية زادة وقاية زادة إذا كان النتائج وقع إقرارها بصفة النهائية ورئيس قيسعاد سيكون رئيسا للتونسيين وولاية الثانية وقاية زادة بشر من الحجرة وقاية زادة هو يقرب بحساب أمن البلاد بمعنى هو أحرص قطر هو المؤتمن على أمن البلاد بمعنى أنه يزين من لغة التخوين وزين من لغة أنه لم يكن معاه رهو ضدي وزين من لغة حرب التحرير وزين من الخطاب المتشنش اللي فريمو معين منه وهذا اللي ماشين فيه البرح على المين كنت أسمع يطالق لتهدأ السياسية نعم حبيت نقله لهو مش لنا نحدز نعم حبيت نقله لهو معنات مدير حمل الرئيس قيسعاد واضح به بالنسبة لتهدأ سياسي هو العياشي الزمال من وقت قبل الخمسة عوشين جويل والذورين تستضفتوا وانت وقت اللي كنت انت في إذاعة شمس وديما كان يأكد على التهدأ السياسية الشاملة نعم ويقول لك لوضع السياسي المشحون بالمكانفات السياسية والصيرعات السياسوية الأوديولوجية من عام ستين من عام خمسين هراهي ما قدمت بالشعب بتوصيب حد شيء صحيح وكنت توجه وكنت ذكرت بالحوار ومعايا في آخر تقريبا حوار لنا في شمسة فيم كانت توجهة بدعوة للناس اللي تعارض وعلى المعارض وقلم سي يزيون مدوا يجينا كل وناخدوا مع بعضنا مع الرئيس هذه الدعوة قبل خمسة وشين جويل ولا نهارة خمسة وشين جويل لا لا بعد خمسة وشين جويل بنهارين ثلاثي لا لا بعد حل البرلمان وبعد حل البرلمان وبعد مدة طويلة وهو دعا فيه اثنين وطلب من رئيس قيسعيد وقتها وقت الرئيس قيسعيد اعتبر جماع النواب ومثل نواب المنحل كلهم الفاسدين قالوا رجاء ما افرزنا من بعض وهذا هو موقف العيش إلى اليوم وهذا هو موقف العيش إلى اليوم وهذا هو ما نتها تهدى السياسي أنه الرجال اللي عمال بكلهم مهمش فاسدين السياسيين مهمش فاسدين مش النسل كلهم في نفس الشكارة سمعني بالكلمة هذا هو هذا يش من تهدأ سياسي وليوم هذا اللي ماشين فيه حسب مفهمنا البرح من حوار سينوفل سعيد كيقول الرئيس ما عندوش مشكل مع رجال أعمال ما همش فاسدين بالعكس حيبهم يستثمروا ونحن مع التهدأ سياسي وقيت عاد خاطر عندنا ثلاث سنين ولا أربع سنين عان في الخطاب المتشنش هذا وقيت عاد وخاصة انتو إذا كانت صحة النتائج زو زمنين وربعمائة عادتكم ثيق ونجحة تسعين بالمئة ري مسؤولية كبيرة أنت حاضن جميع التونسيات وتونسين اليوم قال قال تونس كانت تسعين الجميع اليوم يجب أن يكون مجمع التونسيات والتونسيين لكلهم والمعارضة قبل الموالين له المعارضة الوطنية cosmos نحن معارضة الوطنيين عايش زمال معارض يعني ف action معارضة اليوم يحدث موطنيين هذيك أنا قلنا عادة ذيك المعارضة المشوطنية أهو ر speak انتخلينيش أنا اللي عندو أجندات شوف اللي عندو أجندات ما هيش طبعة ما هيش ما هيش في ما تصبش ما تصبش في مصلحة الوطن واللي عنده أجندة أنه الانتقال الديمقراطي ميتمش عبر الصندوق وبالطرق السلمية بالنسبة لي أنا هذاك غير وطني بتبعته باهي فبالأثناء اليوم ننسي وشكون أنصار وشكون معارضة الوضع العام إجمال للبلاد بتتفكول أنه الوضع الاقتصادي والاجتماع يستحق تهديئة من كل الأطراف تهدي من الجميع وأولهم الرئيس الجمهورية خطر هو ذامن للدستور وقائد القوات المسلحة أولهم هو مساجج مجي من عنده هو عيش الزمال قالها تهديئة سياسة كان رجل سياسة وكان أمين عام حزب عازيمون وكان بعدما كان مترشع وفي الميثاق متاحه قال أحنا نعبه تهديئة سياسة أرانا من الجموش نقدمه بمصلح البلاد الاقتصادية والاجتماعية الحارقة وأنت تعرف اليوم يوجدك الوضع المالي والاقتصادي للبلاد هنا تحت صفر اليوم يوجدك كان أحداً و getting rid of the veil وأنا تجدった أما انهم وقفون أما انهم يقفون هكذا التعويل الذاتي من أنهم يتوجد فرصة يتحدثون بالشعارات وكيف تكتبون منهم لا تخرجون صندوق النقد اذا صدقوا في المنحين هذا التعويل الذاتي هكذا يمكنني أن يكون الحديث لا يتخدر وما يتخدر فرصة يوجد أن نبنيه البلاد أعرضك في الرأيي، ليس معناها أنت أحب على بلاستك أو نحب نفك لك الاختلاف لا يفسد للواتقبل لا لا لا، أنا نعم في السياسة ومنحق بشنا نعمل سياسة ومنحق بشنا تحب برنامج عد 20 سا ونختلفه معك في الرأيي أنت عملتوا نسبة نمو 0.6، أنا عندي برنامج نعمل نسبة نمو 40% وهو طول كيفش نعمل نسبة نمو، أنت تحب تزيد 1% مننا، أنا نحب تزيد 3% مننا أنت ترى أي مين، أنا رأي وسط كل حاجة في السياسة يترى برامجه، والصندوق، تنس تجمعنا تنس تجمعنا، سوف نكون أنا معك، نجم نكون معارضك، نجم نتفق في نقات ونطلب في نقات نجم كرايا يكون مهم، تجي تسمع وتسمع ومن عندي وتقول والله والله فكرة المثاق بتاع عيش الزمال في النقطة السادسة في الفلاحة وإلا في الصناعة وإلا في الصناعات الثقافية والرقمية، والله يبايا إيجيز العيش بربي خلي نشوفهما بعض نسيكم سهرة كلام معقول وسليم جداً أحييك أستاذ رمزي جبالي، شكراً إن شاء الله رب يفرج على بناوبكم ونرشاحكم العيش الزمال، شكراً لكم على حسن المتابعة جمال تحيات زينا زيديو كمان فريق الستوديو الوطنية موعدنا يتجدد إن شاء الله أغض ونصف نهار الماضي الساعتين تنس تنخليكم مع مهدي عبيد في نشرة الرياضة المفاصلة وشي ها تايبة في لامين، ونذكركم الناس اللي باشتوقوا على تقبيلها فما خالب زي صغيرة سارت رو جس فما قلبين في الكليم سار دونك كبش نطيح، هذا هو سيسرامزي كبش نطيح، وكبش في ده، وشكراً لكم أدما، سليم اشتركوا في القناة